اهلا بكم الى هذا المجاز الاخباري حمل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين امتنانه للبابا فرانسيس على مبادرته للدعوة الى اعتبار اليوم الجمعة يوم صلاة وصوم عالميا من اجل لبنان وقال بعد مرور شهر على كارثة المرفأ نذكر الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين اصيبوا والناس الذين خسروا ارزاقهم ونؤكد ان العدالة ستطبق على كل متسبب او مهمل وهذا من حق اللبنانيين الذين وحدتهم الكارثة وجمعهم الالم اعلن امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ان الكرسي الرسولي يعطي اهمية كبيرة للبنان وقال لبنان ليس وحيدا وهناك دعم دولي لاعادة اعمار بيروت بعد الانفجار واضاف لبنان يجب ان يحافظ على مكوناته ورسالته ليس لمصلحة اللبنانيين انما من اجل كل منطقة الشرق الاوسط التي تشهد ازمات وصيرعات كما من اجل العالم اجمع رعى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في الوزارة تسليم عدد من المستشفيات الحكومية تجهيزات طبية مقدمة من جمعية المصارف واثنى على الجهود المتبادلة وتعاون بين وزارة الصحة وجمعية المصارف جمعية المصارف بلشنا من شهرين ونص مثل عبرت بثلاث كلمات هي ارادي وقدرة ومقدرة اجتمعت كل النوية وكل الخير كل هاي الارادي وتوفر كل السبل لانجاح الخطة اللي انحطيت مع جمعية المصارف مدام عويدات ركدت ولقيناها على منتصف الطريق وكنا عن انتقل سوى من قضاء لقضاء من محافظة لمحافظة من مستشفى لمستشفى لحد ما امنا تمان ورش اعمال مدنية الكتروميكانيك وتأهيل عينية مع نيجاتف براشر مع عدد من الاسرر المجهزة وبدنا بعد اكتر بس اللي تحققوا عم نحكي فيوني حققنا كثير من العقود عقود اعمال ومعدات تقريبا 35 عقد في عنا معدات متخصصة من ريسبريتر لإكسري لغيرهم واخر شي اليوم مجتمعين لنقول انه عنا في ثلاثة سكانر وعدناكم فيهم واليوم لحنبلش نهار الثلاثة بتركيب اول سكانر في ثلاثة سكانر مستشفى تنورين الحكومي مستشفى صيدر الحكومي مستشفى ميس الجباد الحكومي هوا السكانر مش بس لحتى ان يكونوا موجودين للحاجات الضرورية والمتطلبات الطبية الواجبة بس كمان لنقول اللي تحقق من خلال الهبة مع السفارة الصينية انه عنا سيستم سوفتوير لهو بنا نربطهم مع مركز معلومات عنا داتا بيز بالصين فينا دغري مباشرة نشخص كورونا من خلال الستي بكون عم بشاركوا معكم لجنة من علماء بروفسورية اشتغلوا مع آلاف المرضى المصابين بكورونا واللي سيساعدوكم مباشرة على تشخيص الكورونا من خلال الستي سكانر وبهذا نصل الى ختام الموجز شكرا للمتابعة والى اللقاء